وينضم إلينا للحديث عن ذلك المحلل العسكري من اسطنبول أحمد حمادة أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذه النشرة إذن تراشق بالاتهامات ما بين قوات المعارضة وما بين النظام فيما يتعلق بقصف مدينة حلب بالسلاح الكيماوي من برأيك المسؤول؟ السلام عليكم تحياتي لك وللسادة المشاهدين النظام وبشار الجافري وكذلك الحميميم والروس منذ عدة أشهر كانوا يروجون لمعلومات بأن هناك المعارضة السورية تريد استخدام هذا النوع من السلاح مرة في منطقة شمال حماة مرة في جسر الشغور مرة في حلب ويتهمون الخوز البيضاء هم يريدون فقط تمرير هذه الاتهامات من أجل أعمال عسكرية يحضرون لها وهذا ما تم بالأمس في جرجناز حيث تم ارتكاب مجزرة في هذه القرية راح ضحيتها عدد من الأطفال تحليل عسكري بأن قوات الثورة السورية لا تملك وسائل إطلاق هذه الأسلحة ولا تملك كذلك المواد السامة ولا الأجهزة القادرة على تركيب هذه المواد السامة على قزائف المدفعية أو القزائف التي سقطت في منطقة حلب فالمعارضة السورية والثورة السورية عندما كانت حلب في حالة حصار شديد وبحاجة إلى فك هذا الحصار لم تستخدم هذا النوع من السلاح أما قوات النظام والتي يعرفها المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيموية استخدمت هذا السلاح أكثر من 170 مرة حسب المنظمة التي أكدت هذا أما بالنسبة للروس فهم يتهمون الثوار من أجل خرق هذا الاتفاق الذي مكن المنطقة من الحماية من القصف ومن الهجمات الهجم الهمجية التي يرتكبها النظام وميليشيات إيران في هذه المنطقة نعم أستاذ أحمد بالتاريخ الأسود السابق للنظام السوري باستخدام هذا النوع من الأسلحة تجاه المدنيين إذن المدنيين هم من يدفع فاتورة هذا التجاوز وهذا الانتهاك الصارخ لحق الإنسان برأيك ما دور المجتمع الدولي وأين هي الدول الضامنة بخصوص ما يتعلق بمناطق خفض التصعيد منذ سبع سنوات استخدم النظام الكيماوي 253 مرة هذا مسبت وكانت أكبر جريمة في الغوطة الشرقية على مرأة العالم ولكن المجتمع الدولي عاقب الأداة وترك المجرم في القصر الجمهوري وكذلك هناك عملية خان شيخون ومرات عديدة أثبتت المنظمات الدولية المختصة بهذا النوع من السلاح بأن النظام قصف هذا النوع من السلاح ضد الشعب السوري وهذا مسبت في القرار 2118 بأنه تحت الفصل السابع ولكن حتى الآن لا نرى أي جدية للمجتمع الدولي بالتحرك ضد همجية هذا النظام وضد من يدعمه فهذا الروس يستخدمون الفيتو مرات عديدة وكذلك يروجون لهذا النظام بأنه يحارب الإرهاب وبأن المعارضة السورية هي من استخدم هذا النوع من السلاح وهذا عار عن الصحة بشكل كامل من يدفع الثمن هذا الاستهدام وهذه الهمجية هي دائما المدنيين يعني النظام عندما يقتل أكثر من مليون ويهجر 12 مليون ويدمر 80% من البنية التحتية لسوريا فهل هذا يعني مسؤول عن شعب أو يحتاج إلى تبريرات من أجل قصف هذا الشعب؟ نعم أستاذ أحمد إذا ما تحرك المجتمع الدولي ضد هذه الخروقات هل برأيك قد يتم إرسال فريق للتحقيق في إدلب؟ بالنسبة للفريق والتحقيق حتى الآن لم تقف روسيا عاجزة على تمكين المجتمع الدولي أو لم تريد روسيا حتى الآن أن يتمكن المجتمع الدولي من تحديد من هو المسؤول وكان أخيرها جلسة في هذا الخصوص حتى الآن لم يحدد المجتمع الدولي من هو الذي استخدم الكيماوي في 2013 من استخدم الكيماوي في خانشيخون في 2016 يعني حتى الآن المجتمع الدولي لم يحدد هذه الآليات ويتهم النظام من أجل تجريمه وتقديمه لمحاكمة الجنايات الدولية أما هذه المرة فأن الروس فورا حددوا بأن المعارضة ومن استخدمها وقامت طائراتهم بقصف مواقع للمعارضة في منطقة الراشدين وفي جرجناز اليوم وفي خانطمان من أجل انتهاك الاتفاق سوتشي أما الضامنين ومن المفترض أن تكون روسيا هي الضامنة فللأسف الشديد بأنها هي الضامن هو من يقتل الشعب السوري وهو من يخترق هذا الاتفاقيات التي من المفروض أن يضمن عدم حدوثها من اسطنبول كنت معنا المحلل العسكري أحمد حمادة شكرا جزيلا لك